مرحبا بكم مستمعي داعة لوديجي غاديو ومشاهدي قناة لوديجي تيفي فقرة نوشومويك الفقرة اللي كرفقكم من خلالها أنا عايشة بوسكين وإطلالة أسبوعية وآخر أخبار نجوم الساحة الفنية الوطنية والدولية ونبدأ ومستمعي نمع رابير المغربي الجران دي توتو ولي خرج اليوم لكاتوز نوفمغ سينج جديد اختار ليه اسم سيلويت سينج اللي حاول من خلاله توتو يرد الاعتبار لراسه ويجاوب لقاع الهجمات اللي يتعرض لها خاصة بعد الندوة الصحفية ليأكد فيها أنه كيتعاطى المخدرات ومن بعد وهذا شي كان واضح كتير من خلال الفيديو كليب لأعاد فيه توتو تمثيل جميع الأحداث اللي ينهت به للمحاكم مضيفا مجموعة من المشاهد لكتوصل رسالة أن المجمع فيما يكفي من المآسي والمعاناة لكتمس الشباب في حال فقر والبطالة وليك يوضعها الإعلام حسب وصف توتو في الضل هاتي لكفسر اختيار الاسم سيلويت وأنهى توتو الفيديو كليب برسالة مباشرة مفادها أن الجيل الذي ينتمي إليه هو جيل يحكي عن الواقع كما هو دون تجميل مشيرا أن هذا الجيل الذي يخيفكم هو جيل الحرية والتعبير ويجب خلق فرص للمصالحة معه انتقلوا مستمعين للسينما وتلفزيون تخد الممثلة المغربية جليلة تلمسي تجربة مهنية جديدة في مشوارها بعد سلسلة متوالية من الأعمال المغربية المتنوعة بين المسرح والسينما وتلفزيون بحيث ستطل على محبيها من خلال مسلسل هندي يصور بين المغرب والهند من الجدير بالذكر أن الممثلة المغربية جليلة تلمسي ستنتقل إلى الهند الأسبوع المقبل لاستئناف تصوير مشاهدها في المسلسل رفقة الفنان المغربي ساعد باي الذي يشاركها في هذا العمل دوليا وبعدما تقدم ناشر مجلة فوق بدعوة قضائية ضد كولمن دريك وصافيج توينيوان بسبب إصدارهما نصخة مزيفة من فوق يتصدران غلافها بهدف ترويج لألبومهم الجديد هيرلوس أمر القاضي الفيدرالي كل من دريك وصافيج توينيوان بعدم استخدام أغلبة مجلة فوق بالإضافة إلى صورة رئيسة تحرير المجلة أنا وينتر دريك وصافيج توينيوان قام بإزالة البوست تلبية لأمر المحكمة وقدم تحديد جلسة استماع في المحكمة 22 نوفمبر 2022 وكان كوندي ناست قد طالب ثنائي بتعويضات تصل إلى أربعة ملايين دولار إلا أن القاضي لم يبت بالموضوع لغاية الآن بهذا مستمعينا كنكون صنا نهاية فقرة نوشوم ويك ندرب لكم معيد لسامي بروجين هاتي كامل على أتريداتكم الرقمية لودجي غاديو وكذلك على قناتكم لودجي تيفي ترجمة نانسي قنقر